موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم في هذا العرض الإخباري المباشر على الأولى إليكم أبرز عنوية موسيقى مجلس الأمن الدولي يأمر البوليساريو بالإخلاء الفوري لمنطقة القرقرات ويكرس من جديد تفوق مبادرة الحكم الذاتي موسيقى فعالية المعرض الدولي للفلاحة بمكناس متواصلة وقطب تربية المواشي يحظى باهتمام الفاعلين والزواء الورد العطري منتوج فلاحي تشهر به منطقة قلعة مقونة التي تحتأل الرياضة وطنيا من حيث الانتاج والمساحة المغروسة موسيقى أهلا بكم البداية من نيويورك حيث أعرب مجلس الأمن الدولي أمس عن قلقه بشأن تواجد البوليساريو في القرقرات وأمر الجماعة الانفصالية بإخلاء هذه المنطقة التي اتقع في المنطقة العازلة على الفور القرار رقم 2414 الذي مدد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية الواحد وثلاثين من أكتوبر 2018 أعرب فيه مجلس الأمن عن قلقه إزاء إعلان البوليساريو عن نقل بعض ما يسمى بمنشآت إدارية إلى بير الحلو شرق منظومة الدفاع مطالبا ميليشياتا للفصاليين بالامتناع عن مثل هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار محمد ردالبيتي جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2414 الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وحظي بتأييد 12 عضوا فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت جاء أن المجلس قرر تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2018 وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة مرة أخرى تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007 منوهة بالجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما في عملية تسوية الإزاع الصحراء المغربية من جهة أخرى أكد المجلس ضرورة إحراز تقدم نحو إيجاد حالا سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء المغربية يكون قائما على أساس التسوية وشدد القرار على أهمية الالتزام المتجدد للأطراف للمضي قدما في العملية السياسية استعدادا لجولة خامسة من المفاوضات معتبرا أنه من الضروري أن تتحل الأطراف بالواقعية وروح التسوية لإحراز تقدم في هذه المفاوضات وأكد المجلس دعمه الكامل لنواي الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل استئناف المفاوضات في إطار دينامية وروح جديدتين وبهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف وطلب من الأطراف مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل استئناف المفاوضات وبالتالي ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة والتي اعتمدت منذ سنة 2007 تاريخ تقديم المغرب لمخطط الحكم الذاتي كما يدعو النص من جهة أخرى الدول المجاورة إلى تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية ومضاعفة مشاركتها في عملية التفاوض ويتعين وفقا للقرار أن تتم هذه المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ سنة 2006 والتطورات الجديدة منذ ذلك الحين من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم ومقبول من لدن الأطراف مجلس الأمن أعرب في قراره عن قلقه لتواجد جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة بالقرقارات ودعا إلى انسحابها الفوري من هذه المنطقة كما أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء إعلان البوليساريو عن نقل بعض ما يسمى بمنشآت إدارية إلى بير الحلو شرق منظومة الدفاع مطالب الميليشيات الانفصاليين بالامتنى عن مثل هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار وفي معرض إشارته إلى مناورات البوليساريو أبدى المجلس أيضا قلقه إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة داعيا للأطراف إلى احترام التزاماتها ذات الصلة والانتنى عن أي عمل من شأنه زعزعة استقرار الوضع أو تهديد مسلسل الأمم المتحدة وخلافا للأمر الموجه من قبل المجلس البوليساريو حارست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة على الإقرار برد المغرب المتزن على الانشغالات الأخيرة المتعلقة بالمنطقة العازلة ويجدد المجلس التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية مع المينورسو بخصوص وقف إطلاق النار كما يطلب من الأطراف الالتزام التام بهذه الاتفاقات ويقر النص في هذا الصياق بأن بعض القضايا الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار وبالاتفاقات ذات الصلة لا تزال قائمة دعيا للأطراف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وحرية التنقل وتمكين الأمم المتحدة والأفراد التابعين لها على الفور من القيام بمهامهم وفقا للاتفاقات السارية وزير وشؤون الخارجية وتعاون الدولي ناصر بوريطة أكد من جانبه بأن قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية والذي اعتمده المجلس أمس جاء ليقدم توضيحات ويكرس الحقائق ويؤكد المسارى الذي اختطته المجموعة الدولية من أجل حل هذا النزاع الإقليمي المفتعل وأكد أن توضيحات مجلس الأمن همت ثلاثة نقاط أساسية عودة لمحمد ريدالبيتي أكد وزير الشؤون الخارجية وتعاون الدولي ناصر بوريطة أن توضيحات مجلس الأمن همت نقاط ثلاث أولها الوضع التاريخي والقانوني لشرق المنظومة الدفاعية وتحركات البوليساريو فبخصوص القرقارات عبر مجلس الأمن عن قلقه بشأن تواجد البوليساريو في المنطقة العازلة القرقارات داعيا إياها إلى إخلاء هذه المنطقة على الفور وبخصوص بيرلحلو عبر مجلس الأمن عن انشغاله تجاه إعلان البوليساريو عن نقل بنيات إدارية إلى بيرلحلو ودع الميليشيا الانفصالية إلى الكف عن مثل هذه الأفعال المزعزع للاستقرار وبخصوص النقطة الثانية شدد الوزير على أن مجلس الأمن سطر غاية المسلسل السياسي حدد الفاعلين وأكد الريادة الأممية مبينا أن مجلس الأمن في قراره وضح أن غاية المسلسل السياسي الذي يجري تحت الريادة الحصرية للأمم المتحدة تتمثل في التوصل إلى حل سياسي واقعي قابل للإنجاز ومستدام يقوم على التوافق وحول النقطة الثالثة سجل بوريطا أن قرار مجلس الأمن يسائل الجزائر على ثلاث مستويات مشيرا إلى أنه على مستوى العملية السياسية حف مجلس الأمن البلدان المجاورة وضمنها الجزائر على القيام بإسهام مهم في العملية السياسية وتكثيف انخراطها في المسلسل بما يتماشى مع مسؤوليتها في نشوء واستمرار النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية ويتعلق الأمر باعتراف من قبل لمجلس الأمن بالدور السياسي والإعلامي والعسكري والإنساني للجزائر في قضية الصحراء المغربية وعلى المستوى الإنساني أشار بوريطا إلى أن قرار مجلس الأمن يجدد دعوته للجزائر بالوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه ساكنة مخيمات التندوف وذلك بدعوتها مجددا إلى إحصاء اللاجئين في مخيمات اللجوء بتندوف وأنه يتعين عليها بذل جهود في هذا الاتجاه أما على مستوى الاستقرار الإقليمي فإن الوزير لاحظ أن مجلس الأمن وضع نزاع الصحراء المغربية في سياقه الإقليمي بإقراره أن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع سيمكن من تقوية التعاون بين البلدان المغاربية وسيساهم في الاستقرار والأمن بالمنطقة الساحلية وعقب اعتماد قرار مجلس الأمن نوه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بكون المجلس قد قدم دعما صريحا وقويا لمطالب المغرب وأن هذا القرار يعزز موقف المغرب وحزمه إزاء الاستفزازات الأخيرة للبوليساريو شرقا منظومة الدفاع بالمنطقة العازلة للقرقرات مشيرا إلى أن المجلس تصرف بحزم ومسؤولية وحرص على فرض القانون وفقا لمهمته المرتبطة بصون السلم والأمن في العالم نتابع تصريح السيد عمر هلال المملكة المغربية ترحب بالمساعدة على قرار المجلس الأمن وتود التعبير عن شكرها الجزيل للولايات المتحدة الأمريكية على الجهود التي بذلتها لصياغة القرار والتفاوض بشأنه وتقديمه نود كذلك شكر كل الدول التي صوتت لصالح القرار وكذلك الدول الأخرى قرار مجلس الأمن يعزز موقف المغرب وحزمه إزاء الاستفزازات الأخيرة للبوليساريو شرق منظمة الدفاع بالمنطقة العازلة للقرقارات المجلس تصرف بحزم ومسؤولية أحرص على فرض القانون وفقا لمهمته المرتبطة بصون السلم والأمن في العالم مجلس الأمن قدم دعما صريحا وقويا لمطالب المغرب كما أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة أمرت البوليساريو بالانسحاب فورا من المنطقة العازلة في الجرقارات وتذكرون أن الأمين العام للأمم المتحدة كان قد قدم الطلب نفسه في تقريره الأخير إلى المجلس الشهر الماضي ثانيا مجلس الأمن أمر انفصالية البوليساريو بالامتداع عن نقل ما يسمى الهياكل الإدارية من مخيمات تندوف في الجزائر إلى بيرلحلو ووصف هذه المنورات بالمزعزعة للاستقرار بالمنطقة وكما لاحظتم فالهيئة التنفيذية للأمم المتحدة استخدمت لغة صارمة جدا ضد انفصالي البوليساريو من أجل وضع حد لاستفزازاتها البالغة الخطورة في هاتين المنطقتين إن مجلس الأمن سواء في مدولاته وكذا في أحكام قراره أبدى رفضه التام لمحاولات انفصالي البوليساريو تغيير الحقائق على أرض الواقع وهو ما يعتبره المجلس انتهاكا لوقف إطلاق النار وتهديدا خطيرا للعملية السياسية التي يعمل المبعوث الشخصي للأمين العام السيد هورت كولر بشكل دؤوب على إحيائها أوامر مجلس الأمن الموجهة إلى انفصالي البوليساريو تشكل نصفا صارخا لأوهامهم ودعايتهم بشأن سيطرة مزعومة على المنطقة الواقعة شرق منظومة الدفاع أو كيان الوهمي لا وجود له إلا في مخيلتهم ومخيلة صانعهم الجزائريين إن الفصالي البوليساريو تم عزلهم بوضوح من قبل المجتمع الدولي بسبب استفزازاتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة ومن الآن فصاعدا ليس لهم من خيار سوى الامتفال لمطالب مجلس الأمن بالانسحاب أو تحمل العواقب الخطيرة التي ستترتب عن أعمالهم الخارج عن القانون كما أن مجلس الأمن أعرب عن امتنانه للمملكة المغربية على ضبط النفس الذي تحلق به وعلى ردها المتزن إزاء انتهاكات البوليساريو فالأمر هنا يتعلق بشهادة دامغة من قبل مجلس الأمن على الاتزان والمستوى العالي من المسؤولية الذين أبان عنهم المغرب خلال الأسابيع الأخيرة الأمر يتعلق قبل كل شيء بعربون ثقة من المجتمع الدولي إزاء سياسة المتبصرة والحازمة لجللة الملك محمد السادس نصره الله الساهري على ضماني وحماية حقوق المغرب الثابتة في صحرائه فما تباعث آخر على ارتياح المغرب لقرار مجلس الأمن يتمثل في الطلب الإضافي والملح الموجه للجزائر بتحمل كامل مسؤوليتها غير القابلة للإسقاط والكبيرة في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية المجلس طلب منها فعليا في فقرة جديدة رفع مستوى انخراطها في مسلسل التفاوض والاضطلاع بدورها الخاص والأساسي في دعم العمليات السياسية مطلب مجلس الأمن هذا يمثل ردا منطقيا على الضلوع المباشر طيلة أربعة عقود للجزائر في ملف الصحراء المغربية فالجزائر تعرف منذ الآن ما ينتظره منها مجلس الأمن وهنا أذكر بالدور التاريخي للجزائر في نشأة هذا النزاع وفي إطالة أمده وبخصوص العملية السياسية فإن مجلس الأمن كرس وعزز في فقرة جديدة المعايير الأساسي الرامي لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي ويتعلق الأمر بكون الحل ينبغي أن يكون عمليا دائما سياسيا وعلى أساس التوافق القرار رقم 24-14 يجدد التأكيد مرة أخرى على جدية ومصداقية وأهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي إعرابوا مجلس الأمن الدولي عن قلقه بشأن تواجد البوليساريو في القرقرات وأمره بإخلاء هذه المنطقة التي تقع في المنطقة العازلة على الفور جاء ليكرس مرة أخرى تفوق مبادرة الحكم الذاتية التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية تقرير أمين سليماني قرار مجلس الأمن رقم 24-14 الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وحظي بتأييد 12 عضوا فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت مدد مهمة المينورسول 6 أشهر أي إلى غاية 31 أكتوبر 2018 وبذلك يكرس مجلس الأمن مرة أخرى تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل لنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية القرار الأممي 24-14 جاء بمضامين إيجابية لصالح السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية ويعني بلغة حازمة القرار الأممي جاء ليقدم دعوة سارمة البوليزاريو من أجل إخلاء الفوري لميليشيتها من منطقة القرقارات وكذلك تلافي القيام ببناء هيكل إدارية أو بنيات على المفتوى منطقة العازلة مجلس الأمن وهو الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة شدد من جهة أخرى في قراره على أهمية تجديد التزام الأطراف والبلدان المجاورة بالتعاون على أكمل وجه للمضي قدما في العملية السياسية استعدادا للجولة الخامسة من المفاوضات في إطار من الواقعية للتوصل إلى حل عادل ودائم وهو ما ينطبق على الحل السياسي الذي يعرضه المغرب في إطار مبادرته للحكم الذاتي المغرب لا يرفض المفاوضات ولكنه لديه شروط على هذا الأمر ولا بد من استكمال كل الشروط من أجل الدخول في أي نقاش من هذا المغرب حتى حصل على طرد فوري للبوليزاريو من منطقة القرقالات وقرار مجلس الأمن اعتبر أن تواجد البوليزاريو في منطقة القرقالات هو تواجد غير مشروع وينبغي عليها الانسحاب فورا وما يسمى بالبوليزاريو المدعوم من طرف الجزائر مدعو اليوم إلى الانصياع لقرار مجلس الأمن والانسحاب فورا ونهائيا معطيات جديدة ستدفع بالقضية إلى مصار آخر مصار يحمل الجزائر مسؤوليتها كحاضنة للبوليزاريو على مستوى ترابها وعلى بدل مجهود أكبر يوازي مسؤوليتها في هذا النزاع المفتعل وخلال أشغال مجلس الأمن الدولي جددت الدول الأعضاء التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يظل جديا وذا مصداقيا وواقعيا ويمثل مقاربة كفيلة بإيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية محمد ريداليبيتي المؤيدون إثما عشر عضوا القرار 24-14 تم اعتماده قرار أعدته الولايات المتحدة الأمريكية التي اجددت أمام مجلس الأمن الدولي دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي ما نزال ننظر إلى المخطط المغربي للحكم الذاتي على أنه جدي وذوم صداقيا وواقعي ويمثل مقاربة كفيلة بتلبية تطلعات الساكنة لتدبير شؤونها الخاصة في إطار من السلم والكرامة ضروري أن تستأنفى المفاوضات في إطار المسلسل الأممي ومهمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر كما نشدد على الدور الخاص والمهم الذي يمكن للدول المجاورة الاتتلاع به في هذا المسلسل نأمل أيضا أن تعترف الدول المجاورة بالدور الخاص والمهم الذي يمكن أن تلعبه في دعم مسلسل التفاوض وندعو الأطراف إلى إظهار التزامها بحل سياسي واقعي وقابل للتطبيق ومستدام يقوم على التوافق من خلال استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسنية المواقف الجامدة لا يجب أن تعيق مسار التقدم ومن فرنسا دعم آخر للموقف المغربي وللعملية السياسية ووصف للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالجادة وذات المصدقية القرار الذي تم اعتماده يحدد أفقا ينبغي أن يسمح للمجتمع الدولي بشكل جماعي بمنع أي خطر للتصعيد ودعم العمل الذي لا بديل عنه للمينورسو وأمام مجلس الأمن كانت الإشادة مرة أخرى بالجهود الجدية وذات المصدقية التي يبذلها المغرب من أجل تسوية هذا النزاع المفتعل الكوديفوار العضو غير الدائم بالمجلس للفترة 2018-2019 رحبت بالدعوة التي وجهها مجلس الأمن إلى البلدان المجاورة لكي تنخرط بشكل فعلي من خلال مساهمة جوهرية في العملية السياسية القرار الأممي 24-14 يعزز موقف المغرب وحزمه إزاء الاستفزازات الأخيرة للبوليساريو شرق منظمة الدفاع بالمنطقة العازلة للقرقارات ويكرس مرة أخرى تفوق مبادرة الحكم الذاتي كحل لنزاع مفتعل عمر طويلا أن وجه الآن مدينة مكناس والتي تتواصل بها فعاليات المعرض الدولي للفلاحة في نسخته الثالثة عشرة حيث يحظى قطاع تربية المواشي باهتمام كبير من لدن العارضين والزوار على حد سواء زكية بالقاس أمين شرقاوي والمهدي الأيسي مربو الإبل بالصحراء قطع المسافات للمشاركة في فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة رؤوس من الإبل تعرض بقطب المشيح بالملتقى الذي يضم كسابين شباب الملتقى مناسبة لاستقدار جهود الجمعيات في التأطير ومواكبة الكسابة لتحسين قطيعهم اللي حاضرين هنا 84 عارض من الأغنام والمعيز من جميع أصناف اللي كان أطروا واللي هي التعدى وحد الخمسطة في الصنف من الأغنام المحلية والمعيز المحلي هذا 84 اللي كانين وكان جيبوا ما يزيد إلى 1500 زائر من كل تجمعات دينا بصفة متوازية سلالات الأبقى تشد أنظار الزائرين بأشكالها المثيرة وأحجامها الكبيرة والمربون يحرصون على الحضور في كافة المعارض هنا بالنسبة لنا هذا المعارض أعطنا واحد الفرصة باش نحسنه لإنتاج جينا كنشو المعارض الدولية وكنشوفو ذلك الإنتاج ومن ذلك الزيارة اللي كنديرو قدرنا جلبنا زرعة هذه المنسي مناسي وارتي في سيال اللي هي اللي خدمت عليها الجمعية دبعا أطحنا كان نغطيه المملكة كاملة وهذا المعارض يتعجبني وفيه كسيبة الزيال فيه الجمال والماعز والغالام والبقار والخيل والشي زويل هذا العام الثالث وانا نجيل هنا يا وانا مقيم بالديارة البلجيكية بأوروبا وهاتش تبارك الله تيفرح وعام على عام تيكون أحسن ما شاء الله تبارك الله الله ومبارك ايجو سوى تخي كونتو المغرب تبارك الله مشيف تقدم كبير الوقت اللي ماشية تبارك الله كان المسائل اللي خصت شاف صراحة بأن كنا كنشوفو غيف تساوى كنا كنشوفو غيف تلفازات كنا كنشوف غيف الإداعات وليساعة تقسئين يزور هذا المعارض والأرقام تفيد بأن أربعمائة ألف كساب يشتغلون في تربية الأبقار ويصل الإنتاج السنوي للحوم الحمرة خمسة وخمسين ألف طن أيضا مولنا مباشرة من مدينة مكناس السيد مصطفى الخولي فلاح مختص في تربية سلالات الأبقار سيد مصطفى أهلا بك أهلا وسهلا الأخ إذن تمكنتم طيلة السنوات الماضية من إحراز العديد من الجوائز على مستوى تربية سلالات الأبقار ما هي إذن مؤهلات هذا القطاع مؤهلة هذا القطاع هي مؤهلة جد يعني تمحل للسنوات المقبلة إن شاء الله اللي كنشوفوها دائما تزيد وتكاتر عن عدد رؤوس الأبقار اللي كان نعرضوها هنا واللي هي في تكاتر الحمد لله في تحسن من ناحية النسل ومن ناحية الإنتاج اللي المغرب كيتوفر عليها اللي كانت يعني معروفة فيه جوش ديال السلالات اللي هي معروفة بالأسامي ديالها يعني لولشتين والمون بيليار اليوم واللينا كان الحمد لله كانت تفرع على ما يقارب واحد ثمانية والتسعاد السلالات يعني هي يعني محلية اللي كانت ستورضت في السنوات الخمستاش اللي كان دزت واللي احنا حاولنا باش ننتجو منها ونكتر منها هنا في المغرب اللي هي عبارة عن شارولي البلون داكيتان الساليرس البلون بلو بيلج لغاسكون واللي هي عطت واحد القيمة يعني مضافة للفلاح اللي كان واحد الوقت كي يشتغل واحد الوقت طويل ومرضودية قليلة دابة ولت الحمد لله المرضودية يعني عالية ووقت قليل قصير يعني اللي كان اكتم عليه بواحد الربح وهذا شيء الحمد لله يعني بواحد المشروع الضخم اللي هو يعني طلق دياله هذه عين سنوات قليلة هو المخطط المغرب الأخضر اللي يعطى واحد شحنة واحد دينامية الكساب والفلاح وفي جميع سلاف سيل الانتاج الفلاحية اللي بات واحد يعني بواحد الانتاج اللي هو قوي اللي يعطى واحد طبع آخر نعم ما هي إذن تطلعاتكم كمهنيين في هذا المجال تطلعات ديالنا كمهنيين يعني هي اللي بيت نشير له هي يعني باش تطلع يعني الاقتصاد واطلع كما كنقول الاستهلاك يعني في اللحوم اللي كانت جد ضئيلة اللي كانت تتروح واحد 11 كيلو للفرد سنويا اللي هي وصلات دابا الحمد لله لالسبعتاش كيلو للفرد سنويا واللي كان الانتاج ما ما كيفوتش واحد 420 و450 دابا اللي وصل 550 وكانت منه ان شاء الله في 2020 باش نوصلوا يعني لستمئة وعشرين الف طن ديالانتاج اللحوم الحمراء سنويا نعم كسؤال اخير سيد مصطفى كيف تقيمون حضور الفاعلين في تربية الماشية ضمن فعاليات ملتقى مكناس الحضور هو حضور يعني جد مشرف وانتم كتشوفوا يعني الزوار يعني وفيدين على المعرض الدولي لمدينة مكناس يعني بواحد الكتافة وواحد العدد اللي هو كتير اللي اعطاه واحد صورة يعني المدينة الاسماعيلية اللي هي جد مشرفة نعم سيد مصطفى الخولي كساب مختص في تربية سلالات الابقار كنت معنا مباشرة من مدينة مكناس شكرا لك على كل هذه التوضيحات في الشأنية الفلسطينية الجرائم الاسرائيلية في حق متظاهري مسيرة العودة متواصلة وسقوط شهيد جديد اليوم لترتفع حصيلة الشهداء منذ نهاية مارس الماضي الى خمسة واربعين شخصا خالد الاحمد استشهاد طفل فلسطيني اليوم متأثرا بجراحه بعد ان اصابه رصص الاحتلال الصهيون اول امس عند الحدود بين قطع غز واسرائيل وبسقوط هذا الشهيد ترتفع حصيلة شهداء مسيرة العودة منذ انطلاقها في الثلاثين من مارس الماضي ترتفع الى خمسة واربعين شهيدا وازيد من الف وسبعمائة جريح اسب وزارة الصحة الفلسطينية فامس الجمعة تشهيد ثلاثة فلسطينيين واصيب ستمائة اخرون بجروح البعض منهم حالتهم حرجة هذه التصفيات ارتكبتها قوة الاحتلال الصهيون في حق المحتجين الفلسطينيين ساعات بعد انتقادات اممية لاستخدام اسرائيل القوة المفرطة فجيش الاحتلال لا يتردد في تسخير الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الفلسطينيين حكومة الاحتلال الصهيون ترفض النداءات الدولية باجراء تحقيق مستقل بشأن سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء نحن نتحدى الكذابين الذين تفوهوا بأكاذيب امس في مجلس الامن الدولي دعونا نشكل لجنة المستقلة للتحقيق لمعرفة من ينتهك القانون الدولي للكشف عن المجرمين الذين يقتلون مدنيين ابرياء ونحملهم المسؤولية ورغم التصفيات التي تطالهم المتظاهرون الفلسطينيون يسرون على مواصلة مسيرتهم الى غاية الخامس عشر من مايو المقبل تاريخ ذكرى النكبة قتل عشرة الحوثيين بينهم قياديان في غارة جوية للتحالف العربي على العاصمة اليمنية صنعاء جاء ذلك بعد بضعة أيام من غارة مماثلة أصفرت عن مقتل أكبر مسؤول سياسي لدى الحوثيين وفي جديد الأزمة السورية أعلن وزير الخارجية التركية بلاده ستتحرك بمعية الولايات المتحدة في منبج السورية وذلك في عقاب اجتماعه بنظيره الأمريكي مايك بومبيو في بروكسل كما ناقش المسؤولان التزام الولايات المتحدة بدعم الأمن القومي التركي أعلنت كوريا الشمالية اليوم أن قمة أمس مع كوريا الجنوبية شكلت لقاء تاريخيا يمهد لبداية حقبة جديدة وذلك بعد أن أكد زعيمهما التزامهما السعي إلى التوصل لاتفاق سلام دائم ونزع السلاح النووي لقاء يمهد للمصالحة الوطنية والوحدة والسلام والإزدهار بالعاصمة الرباط نظمت بالحي الجامعي لأقدال حملة للتبرع بالدم ترسيخا لثقافة العطاء حملة إنسانية شاركت فيها طالبات الحي الجامعي وبعض الأطور الإدارية والهدف منها زيادة الوعي لدى الطلبة بأهمية التبرع بالدم مهدي محيب ومهدي شتيبي العلم ما نفع وليس ما حفظ وأهل العلم هنا بالحي الجامعي لأقدال جاءوا للتبرع بالدم خدمة للمنفعة العامة طالبات لهن من الوعي ما جعلهن يقومن بهذه الخدمة طوعية باعتبارها واجبا مجتمعيا الوجود ديالي هنا أولا كان وثانيا أنا كنت كبيرة من الطالبات القاطعينات في الحي الجامعية أقدال وطنعت تبرو إنقاذ الملايين من الأشخاص أول مرة كنت برع بالدم وكانت يجمع الطالبات والطالبات أنا ومي تبرع بالدم التأكد من سلامة صحة الطالبات عبر كشف طبي وعدم إصابتهن بالأمراض المعدية إجراءات تقوم بها الطبيبة المختصة قبل المرور إلى عملية صحب الدم تبرو بواحد القدر ديال أقل من أربع ساعة بالنسبة الفئة الدكور يمكن التبرع في كل شهرين بالنسبة الإينات تبرع كل ثلاث شهور حملة التبرع بالدم تدخل في إطار انخراط إدارة الحي الجامعي ضمن المجتمع المحلي والمشاركة في مختلف المناسبات ذات الطابع الإنساني هذه نقطة انطلاقة للمجموعة من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية الخاصة بالأحياء الجامعية الغاية منها أننا نقول للمجتمع أن هناك كثير من نقطة الإضاءة على مستوى الأحياء الجامعية الهدف الهدف من هذا النشاط هو زيادة الوعي بالحاجة إلى التبرع المنتظم بالدم على مضار العام لأشخاصهم في حاجة ماسة إليه فالكرم الحقيقي هو أن تفعل فعلا محمودا لشخص لم يعرف أبدا أنك فعلته لأجله تشاهر قلعة مكونا بقليمة غير بإنتاج الورد العطري والذي يتميز باستعمالاته المتعددة منتوج محلي يعمل الفلاحون على تطويره بهدف الزيادة في الإنتاج مالكرومبي ونردين أنا فيه قلعة مكونا بحقولها المنبسطة وتربتها الطيبة التي تنبت وردا يفوحها بقا 800 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة بوحد داداس مخصصة للورود مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة دوليا في تصدير الورد العطري يتنافس الفلاحون هناك للعناية بورودهم فيكون الإنتاج متميزا باش تخدم واحد المنتوج يكون طبيعي كي تطلب ذاك شي واحد المجهود كبير ولولا هذا المجهود باش يكون طبيعي لنشترا بأنني حيستعلى الجائزة الثانية في المجال ديال الورد مطر السماء سقى وريقات الزهور وقطرات الندى أنعشتها فكان التفاؤل بإنتاج وفير هذه السنة قد يبلغ أربعة آلاف طن بعد الجني ينقل المنتوج إلى تعاونيات لتقطير الورد واستخلاص مائه واستعمال في المواد التجميلية والعطرية أو لاستخراج زيته وإضافته للمواد المستخلصة من الظهور الأخرى لصناعة مستحضرات العناية بالشعر والبشرة وإنتاج أنواع من الصابون الطبيعي وصلنا إلى نهاية نشرتنا تذكير بأبرز ما جاء فيها مجلس والأمن الدولي يأمر الفوليساريو بالإخلاء الفوري لمنطقة القرقرات ويكرس من جديد تفوق مبادرة الحكم الذاتي فعاليات المعرض الدولي للفلاح بمكناس متواصلة وقطب تربية المواشي يحظى باهتمام الفاعلين والزوار الورد العطري منتوج فلاحي تشتهر به منطقة قلعة مبقونة التي تحتل الرياضة وطنيا من حيث الإنتاج والمساحة المغروسة سعداء بالتواصل معكم وألقاكم غدا بإذن الله